وجه محافظ حضر موت مبخوت بن موضي السلطات المحلية بالوادي والساحل بتقديم التسهيلات اللازمة لتفويج حجاج بيت الله الحرم واشهد المحافظ بمساهمات مؤسسات رسمية وخيرية وتجارية في تقديم خدمات صحية وغدائية وسقية وتوفير اماكن استراحة للحجاج بمنفذ ميناء الوديع البري لخدمة اكثر من 18 الف حاج وحاجة سيتم تفويجهم عبر المنفذ الى جانب عيادة متنقلة مجهزة وسيارتي سعاف لتقديم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية بصورة مجانية للحجاج